اشتركوا في القناة لا اتمنىها لأحد منكم حبايبي اليوم لعبتنا الجديدة على جوجل بلاي ننزع جديد لعبة اسمها لايتوز اللعبة هو لعبة ساوند بوكس اونلاين تلعب يعني لعبة متوسطة يعني اشوفها ما تتجاوز 750 ميجا بايت لكن اللعبة راح تاخذك لا تاخذك ارض غريبة دون اي ذكرى للماضي تصحى شون واحد يصحى من الصبح ليكون هو فاغد الذاكرة لا يعرف شيء لا اسمحول من اين اتى و اين ذهب كله ما يريد ان اه هي تذكرة فلا شيء راح تكتشف الاثار القديمة المنتشره حول العالم و راح تجد تدريجيا قطعا من الذكريات المفهودة في تلك الرحلة راح تنتقي برفاقك المسافرين و ستبني معا عارما جديدا جميلا من وادي وديتش فريت المهيب الى اراضي سربنت كريك البرية بالناضي و اخران الرومانسي و راح تصادف وحوش وحوش هاي الوحوش طبعا راح تتقلب عليها لتستمر بالرحلة اه ما ريد اطول عليكم المهم نشوف التسجيل ما رحلة و نرجع لكم تم التسجيل بواسطة البريد الالكتروني طبعا السيربر مال امريكا الشمالية طبعا احنا اه شخصيا من العب لالعاب هاي الشغلات ما دقيق عليها اللي هو الوجه وجه في شكل اه يعني راح اقل لكم complete creation اه نال الاسم مالك يريد ان تضع الاسم مالك هو حط لك تتكم يعني اسم مجازب عندهم خليه فانت تغيره وتخلي اسمك ما رأت الاسم الطويل ما قبله اضطر اه اتغير الاسم وتخلي اسم اسمك العادي يعني بس الاسم العادي لازم ترمزه برقم الاعتبار اذا واحد غيرك يلعب يعني نفس الاسم لاحظة الرسومات اه اه عزاي شون اه رائعة الرسومات من اللعبة استيقظ من الصبح كما قلت لكم لا يعرف شي لا يتذكر شي انا حطيت صورة الفتاة ولعبت في شخصية الفتاة صباح الخير صباح الخير لحق الكلام سريع وما لحق اه اقرأ طيب خلوح الدائرة يا سلام المنظر جميل خلاب ليقول لما لما اتعب اه وانا ساكون جندي مخلص لك هيا بنا نذهب اروح لنمشي وراه ونرى ان سيأخذ الى الى عين تحب مانا طبعا الدوائر دائما الانتقال بين المهمات دائرة وخط زرق سيدي انت مستعد لمقابلة اشخاص لا اي اشخاص سيتكلم الحقيقة اوكي انا سنتدرك في داننج تيبل يعني مات العشاء طاولة العشاء الفطار الانتقال الحقيبة لنرى ماذا يوجد في الحقيبة حقيبة تحتوي على طعام فقط عشر قطع طعام شايفينها كل ما هناك عده قائمة الطعام فود كتجري حتى الطعام عدهم قائمة الى والله من العاب اللي واحد يستمر يعني باللعبة وكملها وشوف وين راح تاخذ اللعبة انا باعتقادي ايت كل طيب اعتقد انها هاي اللعبة بتستاهل المضي بمشوار طويل داخلها الان ندوس على الطعام يقول طيب كاجوال بوتوم بعدين زرار الكاجوال مثل غيمة على اليمين شفتوها يمكن والله اذا هذا دليلي الله يستر تخرح ورا دائما مثل ما قلت اتبعوا الدوار والخطوط الزرغاء نكليم بماذا نطالب كل شي جاهز الموات جاهز نحن حداد هذا اوكي طيب راح نروح ورا ونشوف شو راح يسوينا نحتاج الى حجر صلب افتح الحقيبة الان هذا الحجر الصلب ثم راح نضع نضعه بجانب الى الى اخترنا قبل قليل الآن لازم الان نضعه بجانب الاحمر الخط الاحمر اشتعل الموقت من الحداد شايفينه صار في نار اشتعل طبعا بواسطة الحجر ناري لجبناء الان نرجع للحقيبة الان لدينا ثلاثة اشياء وهذه ملابس اعتقد اكويب هالكلمات هاي تتعلمها من الالعاب اكويب والسامت والسامونارز كلها كلمات مرادفات في كل لعبة تراها طبعا حسنا لنذهب الى المزرعة سنذهب الى المزرعة مع بعض قلنا ندفع الخط الازرق هذه هي المزرعة هذه هي المزرعة اللعبة سوف تأخذك في بحر بحر من المشاهد وهذا احد الوحوش اللي تكلمت عليه قلت سابقا انه هناك وحوش وهناك اعداء وهناك اصدقاء في نفس الوقت إبليس اتبعوا كمبانيا انترفيرس كمبانيا انترفيرس اعتقد اللي هو اللي حاربوا صديقك أصحابك يعني هذا هو أحد أصحابك شوف تكلمنا عن كلمة سامون أرز هاي جا تسمون الآن ثلاثة أصدقاء معي هذه الثانية وهذه الثالث حسنا نعود الآن سوف أتغلب على الوحش أنا هو ثلاث أصدقاء أحد الغزاعات في الأمام خلونا نروح ونضرب العدو هيا هيا موت موت ايها الوغد لقد شارفت على الموت دمك يقولوا ذاك انها ضي انها ضي يا فنعت انها ضي يا جوك اختلي مات الى رحمة الله تغلبنا علي كان هذا اول وحش صادفنا في اللعبة هيا ابناء لنذهب مثل ما قلت اصدقائي ستصادف وحوش وتصادف اصدقاء وتصادف الكثير الكثير من المهمات المسلية والطريفة هناك يوجد تنانين يوجد مختلف نواع الوحوش طبعا اترك اللعبة لكم احبتي حتى تستعمقوا فيها سوف اضع الرابط في الوصف ان شاء الله كما قلت اللعبة موجودة على جوجل بلاي وعذرا على صوتي لانه فلاونزا يعني لا تزال سارية معي قليلا حتى اراكم في لعبة جديدة احبتي هذا اخوكم ماجد في امال اشتركوا في القناة